في ميزل هذا اليوم 28 سبتمبر من عام 1970 رحل عن عالمنا الزعيم جمال عبد الناصر رحل عبد الناصر وترك إرسا كبيرا من العطاء انحز فيه لبسطاء هذا الشعب ونفذ مشروعات بارزة لن ينساها المصريون كما يشهد لعبد الناصر دعمه ومساندته لإحرار هذا العالم حتى نالت الشعوب الحرية والاستقلال جمال عبد الناصر الزعيم الخالد في مصر والوطن العربي الذي تحل اليوم ذكرى رحيله ولا تزال ذكره باقية ومواقفه لا تنسى ما قدمه عبد الناصر لا يمكن أن تخطئه عين نهضة اقتصادية كبرى ومشروعات ضخمة كبناء السد العالي وتأميم قناة السويس وإنشاء القطاع العام اهتمام كبير أولاه زعيم الراحل بتحقيق أحلام الفقراء وبسطاء الشعب في المسكن والصحة والتعليم والعمل والكرامة فكانت مجانية التعليم في عهده وكانت الثورة ضد الإقطاع وكانت قوانين الإصلاح الزراعي والمساواة بين أبناء الشعب الواحد مواجهة الاستعمار ودعم الدول العربية والإفريقية لنيل استقلالها فضل عن التصدي للعدوان الثلاثي والوقوف في وجه الاحتلال كانت ملامح أساسية في سيرة جمال عبد الناصر الذي سعى إلى الوحدة العربية وأسس منظمة عدم الانحياز وساند ثورات التحرر بالوطن العربي وإفريقيا زعيم فريد وافته المنية في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1970 إثر تعرضه لنوبة قلبية توفي بعدها بساعات لتخرج بعدها جنازة هي الأكبر في التاريخ العربي ترجمة نانسي قنقر